في حد تاني هنشارك حضرتك؟ كمصريين؟ كمصريين؟ في تحكيم حضرتك بس وبياخد واحد من كل قارة طيب ده جميل جداً حضرتك قلت ان فيه مجهود كبير جداً عشان نصل الى هذه المكانة قولنا ايه كواليس الاختيار بتكون عاملة ازاي؟ وايه المجهود اللي بيبذلوا الحكم عشان في النهاية يكون موجود فيه أولمبياد باريس؟ طيب عشان نبتواجد اساساً كحكم دولي احنا دينا تقييم سنوي بنخضر امتحان تحريري جزء منه عملي وجزء منه نظري لابد اشارك سنوياً فيما لا يقل عن اربع بطولات دولية والحقيقة الفضل في ان تتاح لي الفرصة ان احقق الكريتيريا دي هو الاتحاد المصري السباحة هو الحقيقة لو مش كان بيدينا الى ان احنا نسافر ونحقق العدد المطلوب الدولياً مكنتش مكنش حد فينا اقدر يتعيي عن هذا وصلت للمكانات دي بعد تقييمات احنا في كل بطولة دولية بيبقى لنا مقيم يبعث لي ريزولتس لنتيجتي يقول لي انت عملت ايه صح وعملت ايه غلط كنت في السكور ده اعلى كنت في السكور ده اقل بيصولنا نسب التحيز ضد او معا بيصولنا نسب التركيز بيصولنا نسب الدخول والخلوق في مستوى التحكيم من دركتي ده قلت دركتي خرجت التقييمات دي متدققة جدا علشان توصلك كحكم الى اعلى مستوى ما انا من بطولة لبطولة طبيعي الى احنا بشر فممكن نغلط فمن بطولة لبطولة بحسن ادائي وبوصل الى احسن نيوترل تحكيم يعني تحكيم محايد عليك بقدر المستطاع من التقييمات دي لو حققت الاربع المطلوبين خلال الدورة الولمبية بيحصلي ترشيح للكوميتي بتاعت افريقيا وافريقيا بترشحني كحكم ممثل عنها وبيحصل الاستجابة او عدم الاستجابة